موضوع آخر الآن أين أشرف الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعب اليوم الخميس على تفتيش السفينة الفرقاط الرادع رقم المتن 910 عفوا مشاهدين المزودة بأحدث التكنولوجيات العالية الدقة في المجال العسكري البحري والقادرة على العمل والتدخل في نطاق واسع لأداء مهام متعددة والتي تعززت بها قواتنا البحرية في إطار المخطط التطويري الرمي إلى تحديث وعصرانة أسطولها البحري والذي سيسهم في الرفع من القدرات الدفاعية وفي تطوير وتعزيز قوام المعركة لجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد جايد صالح طافة بمختلف أقسام الفرقاط حيث قدمت له شروحات وافية حول مكوناتها وخصائصها وتسليحها بما في ذلك تزويدها بمروحيتين لتنفيذ مختلف المهام القتالية ومهام الإنقاذ اشتركوا في القناة